منذ سنوات تحوز مجموعة من مزارعي منطقة جلمة تونسية ضيعة فلاحية تعود ملكيتها إلى الدولة وأصر على تهيئتها وبيع منتجاتها وصرف المدخيل على تنمية قريتهم تصدت الدولة لهذه العملية لكنها سرعان ما تراجعت أمام حديث مختصين عن أن ما حدث هو شكل من أشكال الاقتصاد التضامني قانون هذية يمكن أن يقع تجميع هالبعثين مشاريع ذوما في مؤسسة واحدة القانون كان واضح ليس مؤسسة ربحية ليس يقع إعادة استثمار الأموال والربح التي ليس يكون عن طريق هذه المؤسسة أهمية هذا النوع من الاقتصاد دفعت مؤسسات خاصة وعمومية للانطلاق في تطبيقه على أرض الواقع البداية كانت بإنشاء مؤسسات لتحويل وتوزيع منتجات ينتجها المزارعون في المناطق الفقيرة وستسمح مدخل هذا المشروع بتنمية المناطق الفقيرة وإيجاد فرص عمل جديدة فما بريم كوليكتيف سمحوني ما نديش بالعربي اللي هي بش ترجع على الفلاحين والفلاحات اللي أنتجوا والناس دوما هما اللي بش يقرش بش يعملوا بها البريم هذيك اللي هي قيمتها 4% بش يعملوا مشاريع اجتماعية غاديك في ولايتهم بش يحسنوا مدرسة بش يحسنوا طريق هذا النوع من الاقتصاد يشهد طفرة في أوروبا ويساهم في فرنسا وحدها بعشرة في المئة من الناتج الداخلي وأكثر من مليوني فرصة عمل بعد مصادقة مجلس النواب التونسي على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدأت تونس فعليا بتطبيق هذا النوع الجديد من الاقتصاد اقتصاد يهدف إلى الحد من نسب البطالة والفقر خاصة في المدن المهمشة نوع جديد من الاقتصاد أثبت نجاحه خاصة في الدول الأوروبية في انتظار تطبيقه في تونس مراد الدولانسي تونس الميادين